مع اقتراب العد التنازلي للانتخابات الإسرائيلية تتفاق معتداءات المستوطنين على الفلسطينيين تحت أنظار جيش الاحتلال وبتشجيع منه ويبدو أن الحلقات السياسية في الكيان تقايد العنف بأصوات المستوطنين الذين يقدروا عددهم ب750 ألفا في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين استيقظت مدينة القدس صباح الثلاثاء على موجة جديدة من انتهاكات واستفزازات المستوطنين 500 منهم اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك وسط تواطئ حكومة الاحتلال وفي سابقا مبرمجة تجرأ عدد منهم على النفخ بالبوق في مقبرة باب الرحمة شرقي الأقصى في اعتداء صارخ على الأحياء والأموات في العاصمة المحتلة ما يجري أن حكام إسرائيل وأحزابهم يستخدموا دماء الفلسطينيين ويريقونها لخدمة أغراضهم الانتخابية ولكن الأهم من ذلك لفرض واقع جديد واقع أن المستعمرون المستوطنون هم الذين يحكمون هذه الأرض وبالتالي اليوم لا مناصة من وحدة فلسطينية فورية وسريعة لمواجهة هؤلاء المستوطنين لن تردع إسرائيل ولن يردع الاحتلال ولا الإرهاب الإسرائيلي الذي يمارس ضدنا اليوم إلا بجبهة فلسطينية وطنية موحدة فورا جرائم المستوطنين تتصاعد على المواطنين في الضفة الغربية خصوصا في محيط مدينة نابلس وقبلها جنين عربدة استثنائية وصلت حد إغلاق الطرق الرئيسية أمام حركة المواطنين من وإلى مدينة نابلس تأتي هذه الانتهاكات استباقا لانتخابات الكنيسة مطلع الشهر المقبل قبل الدعاية الانتخابية بأسبوعين في محاولة لنيل أصوات مستوطني الضفة الغربية الذين يشكلون 13% من مجمل إعداد المستوطنين في فلسطين المحتلة يعني هي أصوات المستوطنين ككل يعني نسبة لبأس بها ضمن المشاركين في الانتخابات خاصة أن تمثيلهم في الكنيسة يتصاعد خاصة في صفوف الصهيونية الدينية الممثلة ببيتسل إيل سموتريتش وإتمار بن كفير هؤلاء قد يحصلوا على 10% من المقاعد ونيتانياهو عمليا بحاجة إلى مقعدين من 120 مقعد ليضمن فوز لذلك تصعيد نيتانياهو الخطابي وضمه لإتمار بن كفير وبيتسل إيل سموتريتش إلى أحضان كتلة اليمين هو مؤشر على الأهمية التي يليها نيتانياهو للمستوطنين اتخابات الكنيسة تتمحور بين اليمين والأكثر يمينا ودائما ما يكون الدم الفلسطيني وقودا لحملاتهم الانتخابية كما هو الحال حاليا هذا ما تؤكده آخر استطلاعات الرأي التي رجحت احتمال فوز معسكر اليمين بقيادة بن يمين نيتانياهو ب60 مقعد أي نصف عدد مقاعد الكنيسة من فلسطين المحتلة آية الخطيب رؤيا